السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم وتمعي الكرام. تابعي قناة من الاخر الخلاصة. لو اول مرة تزورنا في القناة رات تشترك في قناة بالضغط على الزر الاحمر. اسفل الفيديو واكتبع على الاشتراك واسبسكرايب. اعمل لايك الفيديو وفعل زر الجرس لأصل لككل جديد باستمرار بازن الله تعال. متمعي الكرام معكم محمد نور الدين. اتكلم عن الفرق المتقهلة لدور المجموعات من دورة ابتال افريقيا الفين واحد وعشرين. وموعد مباراة قرعة دولة ابتال افريقيا لدور المجموعات. كذلك هنتكلم عن نتائج مباراة دورة الاثنين وثلاثين العودة العودة. هنشوف المحصلة ومين اللي فاز. بالنسبة لنتائج المباراة بتجاولة دورة الاثنين وثلاثين وثلاثين ودورة تمهيدي. كايزر فاز على نادي بريميرود اغسط واحد صفر فبالتالي هو اللي تأهل. سانداونز فاز على جوان جيني ده جالاكسي تلاتة واحد ده المحصلة خمسة واحد. الاهلي. الاهلي فاز. الاهلي فاز على آآ سواء نذهب اربعة صفر وكان فاز واحد صفر يبقى كده فاز خمسة صفر. الرجاء والآآ الفائز او يعني بما انا صح بطل السنغال. تنوجيس فاز تنوجيس ده على الرجاء تلاتة واحد في رقالات الترجيح وتأهل على حساب الرجاء المغربي. بلوزداد او نادي شباب بلوزداد الخاص بالجزائر او بطل الجزائر. فاز على نادي غرماية اتنين واحد. وكده المحصلة تمانية واحد لابلوزداد وتأهل طبعا. عندنا ما زينبي فاز على بنوديجي ده الفريق ده. المؤمن ما زينبي تأهل على بنوديجي اربعة اتنين للمحصلة. كان فاز قبل كده اتنين صفر. كان فاز اتنين واحد ايضا فكده اربعة اتنين. استفاكسي قدر يفوز على ملوديجي الجزائر. والمحصلة كده اتنين واحد لملوديجي الجزائر. كده لتأهل ملوديجي الجزائر. نادي سيمبا امام نادي بلاتينيوم فاز اربعة صفر والمحصلة كده اربعة واحد لنادي سيمبا وهو اللي تأهل. عندنا التراج جرادة تونسي فاز على الاهلي تلاتة اتنين فتأهل التراج لان نتيجة بتاعت السهاب كانت صفر صفر. طبعا الاهلي اهلي بنيغازي. اهلي بنيغاز ليبيا. فيتا كلوب فاز على يونج بافلو بافلوس دي اربعة واحد كده المحصلة ستة تلاتة الفيتا كلوب. انمبا المالي فاز على المريخ السوداني اتنين واحد فكده المحصلة للمريخ. المريخ قولت اهل على حساب انمبا اربعة اتنين المحصلة. الوداد فاز على المغرب الملعب المالي. تلاتة صفر فكده المحصلة تلاتة واحد للوداد وهو اللي التأهل. هوريا واحد فاز واحد صفر على ريسنج فهو الهوريا ده المتأهل على حساب ريسنج مش عارف ايه كده ده اتنين واحد فهو التأهل هوريا الغيني هوريا كونكري. بيترو اتليتكو فاز على نادي ناكان الزامبي ففي المحصلة اتنين واحد فبيترو اتليتكو هو المفروض في مباراة دلوقتي الهلال السوداني امام بطل غانا الهلال السوداني المفروض حسب القرار ألغيت مباراة الهلال السوداني وأشانتي كوتوكو في اياب دور الـ 32 ألغيت بسبب عدد من لعبي الفريق الغاني وفيروس كورونا وقرأ مراقب المباراة لغاء لقاء الاياب والذي يلعب على ملعب الهلال لعدم اكتمال سوفش اشانتي دلوقتي احنا مستنيين المهم ان الزهاب انتهى في فوز الهلال 1-0 في غانا فبالتالي لو اتلغت المباراة خالص فكده يعتبر الفريق الثاني منسحب زي ما حصل مع الزمالك اللي هو اتقهل على حساب بطل اتشاد اسمه غزالة تقريبا بطل اتشاد لان البطل بتاع التشاد ملعبش عشان عندهم زنوف يعنى سياسية المهم كده الفرق المطائلة لدور المجموعات من دورة ابطال افريقية الاهلي والزمالك سانداونز الجنوب الافريقي تونجيس السنغالي اللي فاز على الرجاء كايزر تشيفيز الغاني الهلال السوداني ده في حال ان هو خلاص اهل والقرار تم مازينبي الكنغولي التراج الرياضي التونسي سيمبا التنزاني ملودية الجزائر اللي فاز على السفاقسي المريخ السوداني فيتا كلوب الكنغولي بيترو اتلتكو الانجولي الوداد المغربي شباب رياضي بولزداد الجزائري وحورية كونكري دول الفرق المتأهلة لدور المجموعات بالنسبة لدورة ابطال افريقية طيب بالنسبة بقى موعد المباراة دلوقتي احنا قلنا نجح 16 فريق في التأهل لدور المجموعات النفسات موعد يمكن شوط ملحق دور الانجولي مقدم doo تلا كلا موعد كورة موعد اجراء كورة دور المجموعات لدورة ابطال افريقيا على ان استديفها مكار الكاف بالقاهرة كمان مع دورة ابطال افريقيا يكون في ملحق دور الثانية البطرة الافريقية هيتعملها أيضا قرعة مع قرعة دور المجموعات لدور الأبطال حيث تواجه الفرق الخسرة في دور 32 من دور الأبطال المتأهلين من نفس الدور بالكونفيدرالية تحديد المشاركين في دور المجموعات الأخيرة يعني اللي خسروا في دور 32 بتاع دور الأبطال هيروحوا إلعابه مع فرق الكونفيدرالية اللي هتبقى متأهلة من دور 64 خلال نقول لك أن موقع الوطن السبورت تم استماع عرف أن تم استماع لكل نادي تأهل فريقه لدور المجموعات في دور أبطال أفريقيا وملحق الكونفيدرالية بحضور من دوب واحد فقط إلى مقر القرعة في القاهرة إلى جانب أنه لن يتم استماع بحضور وسائل الإعلام المختلفة سوى القناة النقلة لمرسم قرعة دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا وملحق الكونفيدرالية القناة النقلة سيتم بس قرعة دور المجموعات دور أبطال أفريقيا 2021 عبر قناة بين السبورتس الإخبارية HD قناة بين السبورتس HD الإخبارية وهي قناة مفتوحة وسيتم أيضا بس مرسم الكرة عبل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة والفيديوهات يوتيوب المواعيد زي ما قلنا ستصفر الكرة يوم الجمعة عن تحديد فرق المجموعات الأربعة وتضم كل منها مجموعة أربع فرق سيتنفسون فيما بأنهم على أن يتأهل من كل مجموعة فريقين إلى دور ربع النهائي بينما سيتم بتحديد مواجهات ملحق الكنفيدرالية وتجمع مباريات هذا الدور الساعدين من دور ال32 الأول من الكنفيدرالية مع الفرق الذين أوضعوا دور ال32 من دور أبطال أفريقيا كشف الاتحاد الأفريقي أن مواعيد مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ستكون على النحو التالي الجولة الأولى يكون يوم 12 و13 فبراير 2021 الجولة الثانية يوم 23 فبراير 2021 الجولة الثالثة يوم 5 و6 مارس 2021 الجولة الرابعة يوم 16 مارس 2021 الجولة الخامسة يوم 2 و3 إبريل 2021 والجولة السادسة يوم تسعة وعشر إبريل ألفين واحد وعشرين يذكر أن الأهل والزمالك تأهل إلى دور المجموعات في دور أفريقيا ويتركب الصنائي مصير القرعة وعلى مستوى الكنفيدرالية الأنفرقية سيتم لعب مباريات الزهاب في دور الـ 32 مقرر على ملاعب الفرق التي يودع دور الأفطال يوم 14 فبراير المقبل ستكون موجهات الإياب على ملاعب الفرق التي تأهلت من دور الـ 32 الأول من الكنفيدرالية يوم 21 من الشهر ذاته يعني الفرق هتلعب يوم 14 فبراير المقبل مباريات الزهاب لدور الـ 32 ويوم 21 من شهر فبراير مباريات الإياب متماعي الكرام كان معكم محمد نور الدين من قناة من آخر الخلاصة قدمنا لكم بقى موعد القرعة وكذلك الفرق المتأهلة لدور المجموعات وموعد الكنفيدرالية دور الـ 32 من اللي هيلعب في الكنفيدرالية كمان والقرعة هتتم إزاي كل الكلام ده اشترك في القناة ودخطع الزر الأحمر اسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك او سبسكرايب اعمل لايك الفيديو وفعل زر الجرس لأسلاك كل جديد باستمرار عايزين نشوككم بقى في مباريات قادمة بإذن الله تعالى وفيديوهات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة